مرحبا بكم في الأسبوع الثالث من دورتنا التعليمية لقد وضحنا لكم في الوحدات التعليمية الماضية المصطلحات الأساسية الخاصة بدراستكم في هذا الأسبوع سنتحدث عن العلامات أو الدرجات والامتحانات كيف يتم امتحان الطالب في الجامعات الألمانية وكيف يتم تقييم أداء الطالب أي نظام للعلامات أو الدرجات تستخدمه الجامعات الألمانية هذه هي الأسئلة التي سيتم طرحها هذا الأسبوع وبعد ذلك هناك شيء مهم جدا سنقوم بتوضيح هذه المواضيع إضافة لأمور أخرى في دروس هذا الأسبوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر